قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضد الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال الراوي عبد الله بن عمر وهذا يعني أن من يستخدم نعم الله في أشياء خاطئة يعرض نفسه لعقاب شديد في الحديث الشريف يحذرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله من حالت شفاعته دون حد من حدود الله أي من استخدم وساطته لتعطيل تنفيذ حكم من أحكام الله فقد ضد الله أي خالف أمر الله وأيضا من خاصم في باطل وهو يعلمه أي من جادل في أمر يعلم أنه غير صحيح لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه أي يبقى في غضب الله حتى يتوقف عن هذه المجادلة وأخيرا من قال في مؤمن ما ليس فيه أي من افترى عليه بالكذب أسكنه الله ردغة الخبال أي أن الله يعذبه بعصارة أهل النار وصديده إلى أن يتوب ويطلب السماح ممن كذب عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر